مساعدة عشرة آلاف مريض بتكلفة قيمتها ثلاثة مليون دينار كويتية آخر إحصائية لجمعية صندوق إعانة المرضى في مد يد العون للمرضى المعوزين والفغراء عبر تزديد كافة رسومهم العلاجية والطبية صندوق عنات المرضى يهتم تحديداً في المرضى المعوزين والفغراء الذين يحتاجون لدعم صندوق وكلنا نعرف أن جمعية صندوق عنات المرضى هي جمعية تقوم على التبرعات من الأخوة الأفاضل المتبرعين والمحسنين لذلك هناك أيضاً اتفاق مع وزارة الصحة بتقطية المرضى الذين لا يتمكنون من تسديد مصاريف علاجهم أو رسوم وكل هذا بالتعاون مع وزارة الصحة في عام 2016 وصل تقريباً عدد ما تم مساعدهم تقطيتهم 10 ألاف مريض والمساعدات التي قدمت ما يعادل تقريباً 3 مليون دينار كويت مساعدة المرضى بكافة أشكالها وعملوا إقاثة طبية خارج البلاد وإنشاءوا مراكز صحية داخل وخارج الكويت بالإضافة إلى نشر التوعية الصحية أهداف استراتيجية يسعى إليها الصندوق أهداف الاستراتيجية الأربعة تتعلق في مساعدة المرضى بكافة أشكالها سواء من حيث دفع مساعدات أو من خلال تقديم العدوية أو دفع رسوم العلاج بالتعاون طبعاً مع وزارة الصحة أما الهدف الثاني فهو عمل إيقاثات طبية خارج البلاد للدول المنكوبة وكل ما يتعلق في مجال الصحة العامة تقطية 42 مسجداً بجميع المحافظات وذلك بنشر برنامج توعوي صحية أبرز الأنشطة الجديدة التي نفذتها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك لتلفزيون المجلس عبدالله العنزي